موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس أمين اثنين أسبوع مولد يحنى المعمدان أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة متى خمسة تلتعش تسعة عشر قال الرب يسوع أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح في الخارج وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضع نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات لا تظنوا أني جئت لأبطل التوراة أو الأنبياء ما جئت لأبطل بل لأكمل فالحق أقول لكم قبل أن تزول السماء والأرض لن يزول من التوراة ياء أو نقطة حتى يتم كل شيء من أبطل واحدة من تلك الوصايا الصغرة وعلم الناس أن يفعلوا هكذا يدعى الأصغر في ملكوت السماوات وأما من يعمل بها ويعلمها فهو يدعى كبيرا في ملكوت السماوات حقا والأمان لجميعنا من مجرد أخوتي وخياتي أنه حتى نحن نقطة مفصلية بفكرنا وهي أنه بنتأمل بعيد الميلاد على أنه هو ميلاد الكلمة وأن المسيح هو كلمة الله وأنه نحن نؤمن بكلمة الله وأنه علينا أن نعمل حسب هذه الكلمة منصير كلما نقرأ أنجيل وكأنه ما نشوف فيه إلا هالكلمة هذه واقع نفساني سيكولوجيك لكل إنسان بيركز على شغلة معينة هذا موضوع من مواضيع الرشارش يلي بنعملوها بس واحد يكون مركز على موضوع معين بيصور وين أي كتاب أو أي موضوع بيقرأ ما بيلاحظ إلا الكلمة يلي بتخصها الفكرة يلي وحطتها براسه بالأساس تصير فلتر لهالأمور فهون هالإنجيل قرناه يمكن قبل بمرة وتأملنا فيه أنتم ملحوا الأرض وأنتم نوروا العالم إذا ملح الأرض بدي أقول بالأعمال الصالحة فقط مثل ما نقول باللهوت الأدبي لهوت الأدبي ملح الأرض يعني أعمال الصالحة يعني الإنسان الأدمي يعني المسلك وسلوك كويس تحت تلك يكون قدوة للآخرين ومنحة بالمعنى المعنوي أو بالمعنى الأدبي يعني مورال فإذا فسود الملح إذا صرنا فسدين وكلنا يمكن صرنا نعرف شو يعني فساد لأنه الحمد لله آخر سنتين بس معنا نقلل بكلمة فساد فبماذا يملح وبشو بنملح الشخص اللي صار فاسد بنصلي إلى هالموضوع طاعته ليش في كل بلديننا ولدين العالم من ما يسمى الفساد ماذا يصلح الفساد وماذا يصلح النور ربنا بقول إذا فسود الملح فبأي شيء يملح يرمى خارجا بالزبالة يداز تحت النقى تحت أقدام الناس يعني ما في حل نعم ما في حل وقت الواحد يصل إلى درجة الفساد وهو الخطيئة ضد الروح القدس ما معنى الفساد وهو خطيئة ضد الروح القدس معناته أنه أنا ببتزل الكلام ببتزل الكلام بستغمي سعمل الكلام بعمل أعسل الكلام العسل حتى أوقع المعطرين البسطاء الطيبين الشعب الواثق الشعب الطيب يلي انتخب نوابه اللي انتخب مسؤولينه أو بالغير مجالات بأي مجتمع معين أنه أنا أحكي شيء وأعمل شيء تاني عندما إنسان بيصير عنده سابق تصميم وتصور أنه يستغل الكلام لاستغلال البشر هي خطيئة ضد الروح القدس أنه ما في أنا كمؤمن مسيحي أفصل بين كلمة الله وروح الله فانعا نحن نؤمن بسالوس إله واحد والمسيح إن كان ولد فبقوة الروح القدس وإن تعمد بقوة الروح القدس وإن قام من الموت فبقوة الروح القدس وكلمته هي كلمة بالروح القدس الروح القدس هو الحب عندما تم الفساد إلى درجة السابق التصميم والتصور معناته إنسان قلبه صار محجر ومن كتر حب المال والسلطة والجاه وما بعرف شو كمانة تاني إذن القلب بيتحجر ببعش قلب إنساني من هون يسوع عطى لكل حكم الدينون الرهيب يلي بقول من أخطأ ضد الروح القدس لا يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة أما أحكيها تكلم جد وبدع حالة وبدع كل إنسان عم بيسمع وإن شاء الله أكتر بيسمعوا من يلي لازم يسمعوا إنه بالنتيجة في عنا كتير جماعة معينين هلأ هن خاطين ضد الروح القدس وتسببوا بدماره بلدانه وخراب بلدان ويتامة وسكالة وأرامل وكل مجرة ما حدا فيه يهرب من الضمير نعم حاطت بهالأسبوع حاطت بهالعنوين عمدت الكلمة الصوت فكان الضمير وهذا المطلوب بعيد الميلاد أنه يترجع الكلمة كلمة الله تحيي فينا الضمير تندخل بعيد ميلاد جديد ونولد من جديد إلى الضمير حي وَاللَّهَ مَاكُونَ اشتركوا في القناة